اعزائي الطلاب يعطيك العافي احنا في لقاء جديد لقاء تزامني في موضوع التاريخ للمدارس في الوسط الدرزي الصف السابع طبعا اليوم راح نحكي عن العصر العباسي الخلافه العباسيه وثقافه الاسلام اللي هو درس جديد بعد الدوله العمويه طبعا اسمي واقل طافش انا مرشد لموضوع التاريخ ومدرس تاريخ في الصفوف الثانويه في مدرسة بيتجان الثانويه اليوم راح نتعلم عن الدوله العباسيه شو مين هي الدوله العباسيه من هم الخلفاء العباسيين الشخصيات المركزيه في الدوله العباسيه بما معناه بين قسين العصر الذهبي راح نحكي عنه ليش سموه العصر الذهبي واربع شخصيات مهمه جدا في هذا العصر ونحكي عنهن شوي كيف وصلوا للحكم شو كان اهميه حكمهم وفي النهاي نعمل تلخيص لهذا الدرس بالنسبه للدوله العباسيه طبعا الدوله العباسيه اجت بعد الدوله الامويه وتعد الدوله الثالثه الكبره في الاسلام حكينا عن الدوله الاوله اللي هي الخلفاء الراشدين وبعد نبي محمد الخلفاء الراشدين اقامه الدوله الاسلاميه بعدين الدوله الامويه اللي هي كمان في احتلالاتها وصلت في الغرب الى الاندلس اسبانيا وفي الشرق الى الصين ومن بعدين من ثم الدوله الثالثه اللي هي الدوله العباسيه راح نشوف منين اصلهم شو هن والامور اللي حصلت معهم من خلال حكمهم لهاي الدوله ولكن في اشي مهم جدا هون الدوله هاي حكمت ما يقارب 508 سنوات يعني من 750 ميلادي وحتى 1258 سنوات طويله جدا وعديده جدا ولكن كمان هاي السنوات يعني قسمت الى عصور راح نحكي احنا عن فقره واحده او فتره واحده في هاي الدوله اللي هي نشوف العصر الذهبي نشوف شو هو العصر الذهبي وما ميزات هاي الدوله في هذا العصر احنا من نشوف كمان انه شهده مراحل مختلفه ومبايعت اعداد كبيره من الخلفاء طبعا مهم جدا نعرف انه كمان الخلافه في هاي الدوله تنتقل من الاب الى الابن بالوراثه وهذا الشيء كان على زمان الدوله الامويه واستمر في الدوله العباسيه فاحنا منقسم العصور عصور او حكم الدوله العباسيه الى اربع اقسام العصر العباسي هو الاول اللي هو يسمى بما معناه العصر الذهبي راح نحكي مع بعض شو هو العصر الذهبي ودام ما يقارب 97 عام 97 سنه العصر الثاني اللي هو العباسي الثاني الحرس التركي بعصر يسمى الحرس التركي ودام ما يقارب 99 عام والعصر الثالث العباسي الثالث اللي هو النفوذ البيهوي او الفارسي ودام ما يقارب 109 سنوات والعصر الاخير العصر الرابع وهو نهاية الحكم العباسي كان العصر السلجوقي التركي ودام ما يقارب 200 وثلاث سنوات زي ما احنا شايفين في الخارطة استمرت الدولة العباسية في فتحاتها ولكن هون ظل عندنا اذا انتم بتشوفوا الاندلس هي مش تابعة للدولة العباسية زي ما حكينا في الدرس السابق انه استمر حكم الدولة الاموية هناك والامير عبد الرحمن فلذلك الاندلس يعني في هذه المرحلة الدولة العباسية لا تتبع للدولة العباسية وانما تتبع للدولة الاموية او ما تبقى من الدولة الاموية بالنسبة للخلفاء العباسيين زي ما احنا شايفين في سلالة او في شجرة النسب يعود اصلهم الى بيت هاشم واحنا بنعرف انه بيت هاشم هو عائلة الرسول النبي محمد والعباس اللي هو اول خليفة في الدولة الاموية هو ابن عبد المطلب وعبد المطلب عم الرسول بما معناه الدولة العباسية من ناحية قرابه هي تتبع الى عائلة النبي محمد بالعكس من الدولة الاموية الدولة الاموية تابعة لبني اوميا اللي هن طبعا كانوا من وجهاء قريش ولكن هون احنا بنشوف انه هاي السلالة بالذات هي سلالة مقربة جدا من النبي محمد اول شخصيه اللي هو ابو العباس الملقب بالسفاح وهو الخليفة لهاي الدولة الاول زي ما احنا شايفين اسمه هون في السلالة لقب بالسفاح ليس لقب يعني سلبيه انما لقب ايجابي بسبب كرمه وشخصيته ودم خلافته ما يقارب اربع سنوات بعدين اجا وراه ابنه ابو جعفر المنصور الخليفة الثاني وحكم واحد وعشرين سنه ومن ثم ابو عبدالله المهدي الخليفة الثالث حكم عشر سنوات من ثم انتقلت الى ابنه ابو محمد موسى الهادي حكم فقط اسف سنه واحده وهو توفى يعني وفا عادية وانتقلت الخلافه الى ابو جعفر هارون الرشيد ومن هون احنا منقدر نقول كمان صار في عندنا انتقال يعني بين الاب والابن ومن ثم انتقلت الى هارون الرشيد واولاده راح نحكي عنه لقدام وحكم ثلاث وعشرين سنه خلافه هارون الرشيد طبعا تعتبر هاي الخلافه خلافه مهمه جدا وخلافه الها ميزاتها في العصر العباسي او الدوله العباسيه كانت شخصيته قوي جدا لقب بالرشيد وليس اسمه الرشيد نتيجه فتحاته الكثيره وحكمه وبرعته القتاليه ورشده من ناحه يعني يعني عقلانيته فلذلك لقب بالرشيد وطريقه طبعا صحيحه ودوريه وهذا كان مكسب للامه الاسلاميه ومنسبه لفترته دامت ما يقارب اكثر من عشرين سنه زي ما شفنا في الحكم الخلفاء العباسيين بالنسبه لخلافه هارون الرشيد في فتره حكمه كان هناك عدة ميزات اللي ميزت هذا الحكم عن غيره فاول شغلة تثبيت الحكم العباسي على اساس الثورات اللي كانت موجوده الخوارج احنا سمعنا وقرأنا عنهن وحكينا عنهن كمان اللي هذوله يعني كان كل الوقت في خلاف على قضيه الحكم وقضيه يعني ضد كانوا الجماعة ضد علي ابن ابي طالب فلذلك كان عمله هناك ثورات وهو استطاع انه يقضي على هذا التمرد وهي الثورات واقام في نفس الوقت كمان هناك عدة اماكن تحصينات وقضى على ثورات اخرى الاغالبه في منطقه المغرب وكمان في شمال افريقيا وامن الثغور المقصود في الثغور اللي هي المناطق اللي كانت محاذيه للروم احنا بنعرف انه الروم كمان كانوا في عداء تام وكل الوقت مع الدوله الاسلاميه حتى على زمان الدوله الامويه واقام الثغور اللي هي مناطق حدودية وامن حراستها على اساس ما يحتلوا مناطق جديده من الدوله العباسيه ومنيجي لنكبة البرامكه البرامكه هن شعب او هن فئه من الناس اللي كانوا مقربين للخليفه هاروني الرشيد وكانت علاقته فيهن جدا طيبه ولكن بسبب الوشاي و بسبب الفساد وقعوا بين عائل البرمكيه وبين هاروني الرشيد فادى هذا الى خلاف وهاروني الرشيد طبعا قتلهم وعذبهم ولذلك وتندم طبعا على عمله بعد معرف الحقيقه ولكن هاي بسموها نكبة البرامكه ومعروفه جدا في التاريخ العباسي وكان لهاروني الرشيد كمان علاقه جدا قويه مع شارل شارل امان اللي هو امبراطور الفرنجه مقصود الرومان الغرب فكان هناك علاقات طيبه وكان هناك تبادل رسائل وهذا الشيء اده في النهاي في العصر الذهبي الى احضار كتب وترجمة كتب راح نشوفها لقدام في قديش طور العصر العباسي من ناحي ثقافيه الدوله العباسيه بعدين اجا وراه ابنه الامين الامين بن هاروني الرشيد اللي هو الابن الثاني الابن الثاني لانه الاول كان المعمون وهون ببلش عندنا مشاكل في الخلافه بين عائلة هارون الرشيد الامين هو امه عربية ولذلك في عمر خمس سنين يعني قالوا له انه لازم يكون هو الخليفه بعد هارون الرشيد ولكنه ليس الابن الاول او الاكبر الاكبر كان اسمه المامون ولكن المامون امه فارسيه فلذلك الخلاف والنزاعات في حتى من ناحيه العرب والعجم الفارس والعرب هذا الشيء اثر في عملية الوراثه بين الاب وولاده فهو عين وحط ابنه خليفه او اقر انه رح يكون ولي العهد ابنه الثاني اللي هو الامين في عمر خمس سنوات وهذا الشيء ادى الى مشاكل قويه جدا بين الاخوه الثنين اللي هو الامين والمامون طبعا جماعه المامون دعموا وقالوا انه هذا الشيء يعني مش مزبوط لانه الخلافه تنتقل من اب الى الابن الاكبر ومن ثم الى ابنه وهل امه ذلك ولكن هون صار عنا خلل معين فهذا الشيء ادى الى كثير مشاكل بين الاخوه بعد موت هارون الرشيد واللي عمله كمان الامين بعد ما شاف حاله انه مشاكل بينه وبين اخوه ما اكتفى في هذا الشيء وانما عين ابنه الوريف له بعد ما ماته مش لاخوه اللي صار عليه خلافه ولذلك هذا الشيء زاد من الحدة التوتر بين الاخوه الى ان يعني اثنين التقوا يعني في معارك وفي قتالات وفي النهايه استطاع المامون انه يتغلب على اخوه في دعم من القبائل الفارسيه لانه امه فارسيه للمامون وطبعا سجنوا ولكن حتى في السجن وصلوا الى بعض الاشخاص وقتلوا اخوه وبذلك تنتهي خلافه الامين ابن هارون الرشيد وانتقلت الخلافه الى طبعا دامت خمس سنوات وانتقلت الخلافه الى المامون ابنه البكر لهارون الرشيد وهذا بعد صراع يعني بين الاخوين اثنين على الخلافه فيما بينهم بالنسبه لخلافه المامون ابن هارون الرشيد طبعا بلشت زي ما احنا شفنا في مناوشات وفي مشاكل عسكرية وفي ثورات فهو استعاد القوات تبعته الى بغداد وحصن بغداد وعملها المدينه المهمه جدا في فترته بعدين القضاء على الحركات او الثورات منا في مكه المكرمه وعمل هناك ولايات وقواها ودعمها من شان تحافظ على حكمه في مناطق ثاني وحتى في نفس الوقت كمان اعطاهم دام وفي نفس الوقت كمان قضى على الثورات اللي قامت ضده بعد ما صار مشاكل بينه وبين اخوه ولكن خلافه المامون انتهت بشكل كثير صعب وفي كثير خلافات وانقسامات ليش هاي منسميها محنة القرآن المامون وكل من يدعم المامون بقوله انه القرآن القرآن مكتوب ولكن السنه او الاشخاص الاخرين بقوله انه القرآن منزل فلذلك هاي الخلافات على الامور الدينيه ادت في النهاي انه تعمل يعني كثير بلبله وكثير محنه في الدوله العباسيه بسبب هاي المقوله وبسبب هذا الدعم اذا الاشي الدعم بيجي من الخليفه الكبير ومن مسؤول عن الدوله بهذا الشأن هاي الاشي راح يعمل كثير مشاكل وراح نشوفها لقدام كمان دور ثورات وانقسامات بسبب هاي المقوله وبسبب هاي الفكرة فكمان دور هو بقول انه القرآن كتب وليس منزل وانما الاشخاص الاخرين اللي هن السنه طبعا بقولوا انه الكتاب منزل وكل ما موجود فيه هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى في النهاي طبعا هو مات موت طبيعي جدا ولكن ترك وراه كثير ثغرات وكثير مشاكل راح نشوفها لقدام في الحكم تبع الدوله العباسيه بالنسبه للأعمال الثقافيه تبعه المأمون المأمون طبعا اهتم جدا في الامور العلمانيه ويسمى استاذ الحضاره لانه كثير شجع الثقافي والتعليم وترجمه الكتب وحتى انه بيت الحكمه اللي هو المكتب العامه في بغداد كانت على زمانه تعتبر شيء مهم جدا وهذا الشيء يشهد على انه كثير تتبع امور الثقافي وامور العلم وترجمه الكتب وعزز كمان من قيمه بيت الحكمه اللي هي المكتب العامه طبعا بنيت في فترة ابوه ولكنه تبناها واخذ على عاطقه واظهر هناك كثير من الكتب وترجمه الكتب العلميه والطبيه والتاريخيه الى اخره راح نحكي عنه في خلال الدرس تبعنا وترجم مجموعه كبيره من الكتب اليونانيه والهنديه والفلسفه فهذا الشيء عزز من مكانه الثقافيه في الدوله العباسيه وتعليم اللغه وتعليم الكتابه والقراءه الى اخره بيجي وراء اخوه المعتصم اخوه المعتصم طبعا اللي هو الخليفه ابنه اسف المعتصم كمل في لقب بالمثمن والمثمن هو طبعا بسبب رقم ثمانه طبعا هو الخليفه الثامن ثامن اولاد هارون الرشيد خلافته دامت ثمان سنوات وشهد على عهده في فترته ثمان فتوحات عسكرية له ثمان اولاد وثمان بنات لذلك لقب بالمثمن كان عنده شجاعة مميزة جدا ولكن هو يعني محدود الثقافي يعني ليس مثل المأمون ولذلك هو شجع هاي الامور ولكن من الناحي الشخصيه ما كان متعلم وما كان مثقف مثل الخلفاء اللي كانوا قبله وكان على عهده كثير منافسه بين العرب وبين الفرس ولذلك هو طبعا جاب وامه طبعا مصدرها تركي فهو جاب الجيش التركي من شين يحرصه ولما شاف انه ملو او انتلت المدينه بغداد في جيوش كبير جدا نقل الخلافه الى سامراء اللي هي تبعد 100 كيلو متر من غاد وحط الخلافه غاد واهتم فيهم طبعا وهيك عزز حكمه في الخلافه العباسيه زي ما احنا شايفين في الخارطه وهاي كمان سامراء بنقدر نشوفها كمان في الخارطه اللي هي تعتبر احد القيم البنائيه الموجوده لغاية اليوم في فتره المعتصم زي ما قلنا صار فيه هناك ثورات كبيره زيه زي كمان حكم السلف تبعه او اخوته والثورات الداخلية ولكن كان فيه هناك معركه قويه جدا بينه وبين البيزنطيين فاستطاع اسمه معركه عموريه عموريه تقع في الاناظول في مركز تركيه اليوم وهو كان مسقط رأس والده لان والده اصلا تركي فلذلك وصل الى العموريه واحتلها هناك وعزز المنطقه بجيوش هذا انتقام على ما عمله الجيش البيزنطي في فتوحاته وفي معاركه هيك نكون وصلنا لبدايه الدوله العباسيه حكينا مع عن ابرز الخلفاء حكينا عن الشخصيات المركزيه عن الخلافات داخل العائله العباسيه وتولي الحكم من هارون الرشيد الى ابنه الامين اللي هو الثاني ومن ثم المأمون اللي هو الاول والخلافات بناتهم ونهاية كل شخص منهم والامور الثقافيه والامور التربويه اللي كانت على زمانهم ووصلنا في النهايه لخلافه المعتصم طبعا كل هذول تحت العصر الاول العباسي الاول وزي ما حكينا هو مقسم الى اربع عصور فاحنا عم نحكي فقط عن العصر الاول الملقب كمان بالعصر الذهبي راح نشوف مع بعض الدرس القادم كيف هذا العصر تطور ووصله الثقافي الى اعلى منطقه واعلى مرحله من ناحه الدوله العباسيه شكرا على الاصغر اشتركوا في القناة 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 والحضارات اللي كانت موجودة فراح نحكي عن الترجمة بيت الحكمة المواضيع العلمية وعلم الفلسفة في الاسلام طبعا اذا منيجي على تفاعل الحضارات مننساش انه طبعا الفتوحات الاسلامية حتى على زمن الدولة الاموية وبالاخص في الدولة العباسية ونحتله اماكن جديدة وهي الاماكن فيها حضارات وفيها شعوب اللي هي عايشة بسنوات عديدة والها علمها والها ثقافتها والها فنونها والى اخره ولذلك اهتم العصر العباسي احضار هاي العلوم واحضار هاي الكتب واحضار هاي الثقافات للدولة العباسية وتكون بشكل عام على كل الدولة يعني الاثراء تبعها والمردود تبعها يرجع بالافادة على جميع سكان الدولة العباسية فلذلك بلشوا في الترجمة والترجمة هي ترجمة الكتب والثقافات الموجودة عند باقي الشعوب وباقي الحضارات وهي الكتب الها مصادر اخرى يعني المقصود في ثقافات اخرى على سبيل المثال من الفرس اللي هني كانوا موجودين في منطقة نفوذ العباسيين حتى شرق بلاد فارس ترجموا كتب الاداب السياسي الحكم التاريخ والفلك اذا منوخذ على سبيل المثال الهند لما وصلوا الهند طبعا ترجموا كتب اللي تتعلق في الطب والفلك والحساب والموسيقى والارقام العدادية رح نحكي عن هذا قدام بالنسبة للمصادر اليونانية طبعا العلاقات اللي كانت بين هارون الرشيد وشارلمان اللي هو طبعا الافرانج اللي هني كمان في اوروبا كمان استطاعوا ان يحضروا هناك كتب زي الفلسفة والطب وترجموها والسياسة والهندسة والموسيقى كمان ترجموها ووضعوها في المكتب بيت الحكمة ومنقدر نقول كمان ترجمو قصص كثير جدا من ضمنها اهم القصص كتاب كليلة ودمنة واللي كان اصله في الحضاره الهندية اللغه السنسكرتية فترجم الى اللغه العربية من هذاك التاريخ واهتم الرشيد اللي هو هارون الرشيد بالطب واعين لهذا الامر يوحنان بن ما سويه بترجمة كتب اطب الطب هو نفسه كان طبيب وعطا كتب الطب يترجمها عساس يستفيدوا منها ويتعلموا منها وكان هناك طبعا بناء على هاي الترجمة وبناء على هاي الكتابات اشتهرت عملية احضار الورق اللي جابوه من منطقة الصيد طبعا هذا الشيء ادى كمان الى ازدهار اقتصادي في هاي المرحله الثقافيه اذا منيجي لبيت الحكمه زي ما قلنا احد الاشخاص والشخصيات اللي بنا بيت الحكمه وطور بيت الحكمه هو الخليفه هارون الرشيد في الدوله العباسيه وكانت كلها المخططات وكلها الكتب تتبع الى القصر الخلافي ولكن لما كبرت هاي الكتب وكبرت هاي المكتبه فبنا بناء جديد سماه بيت الحكمه وهيبه الحكمه يحتوي على الاف المخططات والكتب والترجمة اللي حكينا عنها قبل شوي ترجموها من كل الحضارات ووضعها في بيت الحكمه منقدر نشوف على فكرة صور لا تزال من العهود السابقه بيت الحكمه موجود طبعا اليوم هو متحف ومنقدر نشوف في الرسوم كيف كانوا يجوا عليه الاشخاص ويقروه فيه ويخذوا منه الثقافات والامور اللي بتساعدهم في حياتهم الثقافيه والتربويه وزي ما قلنا كمان وضع هناك ترجمة الكتب وكبر بيت الحكمه وكمل ابنه المأمون في هاي الطريق وتابعوا مسيره ترجمة الكتب من كل الحضارات واثراء هاي المكتبه ووضع فيها كتب من جميع على وعلى جميع الاصعيده زي ما قلنا الرياضيات والفلك والموسيقى والفلسفه والطب الى اخرين بالنسبه لعلوم الرياضيات علوم الرياضيات تم في العهد العباسي والارقام اللي احنا شايفينها اليوم الارقام العربية هي اصلها من الهند ولكن تم احضارها من هناك وترجمتها على زمن الخليفه العباس المنصور وهي الارقام احنا شايفينها اليوم اصلها من الهند ولكن هني سووها بالشكل العربي طبعها زي ما احنا شايفين من واحد الى الارقام اللي احنا بنعرفها اليوم بالشكل العربي لها وعلوم الهندسه ترجموها كمان المسلمون وطبعا اهتموا جابوا قسم كمان من اليونان والرياضيات كتاب الاركان وطبعا اهتموا بامور الوساحه وزي ما شوف في التخطيطات احنا هون اللي هي قديمه جدا في العصور الوسطى بلشت امور المساحه والفن المعماري والتخطيط المعماري بناء البيوت والقصور الى اخره وهذا الشيء بناء على ترجمة الكتب من الحضارات الاخره كمان نفس الشيء في موضوع الكيمياء موضوع العلوم زي ما احنا شايفين اشتهر جابر بن حيان وابو بكر الرازي نظريه العناصر في الكيميا اللي هي التسامي ترشيح تبلور تاكسد الى اخره طبعا درسنا مش كيميا ولكن نشوف من وين الاساس تبع هاي الموارد الكتب كمان ترجمت من هاي الحضارات لانه كانت موجوده اصلا وكمان تبنوها العرب في الدوله العباسيه وحتى من هذاك التاريخ اختراع الاليات الصغيره اللي بتساعد في العمليات الكيميا في المختبر اللي احنا بنعرفها من هذاك التاريخ بالنسبه للهندسه نفس الشي العلوم الهندسيه والعلوم الابتكارات الهندسيه حتى لو صلنا الها اليوم طبعا الاساس تبعها نفس الشي كتب مترجمه ولكن ترجمت في عهد الدوله العباسيه منيجي كمان للامور في اللغه العربية اهتموا كثير جدا في اللغه العربية ومن هذاك التاريخ يعني اعطوا وزن كبير جدا للغه الفصحه اللي احنا بنحكيها اليوم ولغه الكتب ولغه الشعر ولغه الادب وكثير توسعوا فيها وحتى وصلوا يعني من اهم اعمالهم في الشعر والادب العربي القديم وهناك شخصيات اللي احنا بنعرفها طبعا تتعلم عنها في العربي وفي التاريخ زي ابو الطيب المتنبي الشعر وابو فراس الحمداني وابو العلاء المعاري هذول شخصيات يعني ثقافيه شخصيات ادبيه اشتهروا جدا في الشعر واقسام الشعر واللغه العربية الاصليه من هذاك التاريخ لانه كان في ازدهار وكان في كثير يعني في هذه الحضاره وفي هذا العصر تطور بالنسبه للغه وبالنسبه للشعر واقسام الشعر يعني كمان عدا عن ذلك نفس اللغه العربية اللي هي تطورت وهي تأسست بشكل اوضح النا اللي احنا بنحكيها اليوم من هذاك العاهد ومن هذاك التاريخ حطوا لها اصول اللغه واقسامها واصول التكلم فيها من ناحيه اللغه والاداب والشعر الى اخيره منيجي للحساب والجبر الحساب اللي هو العمليات الحسابيه زي ما قلنا الارقام اللي احنا حكينا عنها ترجموها من الحضاره الهندية اللي احنا بنعرفها اليوم والكتب الحساب نفسه والجبر نفسه اللي جابوها من الغرب ترجموها كمان وانتقلت من حضاره الى اخرى توصلت وترجموها وتعلموا فيها الاصول الحساب والجبر اللي احنا بنعرفه من هذاك التاريخ على زمان الدوله العباسيه وهو في الاخص في العصر الذهبي نفس الشي بالنسبه العلم التاريخ وعلم التاريخ هون المقصود كتابه التاريخ نفسه وكتابه الاحداث التاريخيه والعصور التاريخيه فهذا الشيء مهم جدا لانه على زمان الدوله العباسيه تطور هذا العلم ويعني اعطوا كمان قيمه ومقياس اكبر للتاريخ نفسه وتدوين التاريخ ورصده حسب الاحداث اللي صارت فهناك فيه هناك كتب ومصادر تاريخيه قويه جدا على زمن العباسيين واحد الاشخاص المؤرخين مقصود انه كتبوا التاريخ وكتبوا الاحداث التاريخيه هو محمد بن عبدالله ابن كتيبة الدنوري كتاب اسمه كتاب المعارف وعيون الاخبار طبعا هو بحكي قصص الثورات وقصص الدول الامويه والعباسيه الاخره حتى رجع كمان الى قصص تاريخيه بعيده جدا في اصور اقدم من العصر العباسي ومنيجي للموضوع المهم جدا اللي هو علم الفلسفه والمسلمون طبعا الفلسفه اتت من مصادر او من عده مصادر ولكن المصدر الاساس لا ترجمت كتب الفلسفه كان هو اليونان طبعا الفلسفه اللي احنا نعرفه افلاطون وارستو وارخاميدس الفلسفه اليونانيين كتبهم موجوده كانت في اليونان وبسبب العلاقات الطيبه في زمن هارون الرشيد والمأمون وتبادل الرسائل وتبادل الكتب الى اخره استطاعوا ان يجيب كتب الفلسفه الى الدولة العباسيه وترجمتها وبناء عليه هاي الكتب يعني ما اكتفوا في ترجمتها وانما كمان حاولوا كل الوقت يشوفوا او يفهموا الامور الفلسفه الموجوده في ضمن هاي الكتب يعني احنا اذا بدنا نقسم كلمه فلسفه منقول فيلوس اللي هي معنى الصدق او الحب حب الشيء وصوفيا اللي هي معناه الحكمه بما معناه حب الحكمه او صدق الحكمه ولذلك معناها محبه الحكمه ولذلك اهتم فيها كثير شخصيات وكثير اشخاص اهتموا في هذا العلم بالذات وبناء على ترجمه الكتب الفلسفه صار عندنا هناك مذاهب او صار عندنا فرق جديده في الاسلام وهي الفرق زي فرق المعتزله هذول الفرق اسسوا مذاهب مذاهب يعني مبنيه على اسس فلسفه معينه وهي تطبيق الاحكام العقليه على النصوص الدينيه صار فيه هناك زي نوع من الجدال بين المنطق بين العقل وبين ما كتب في الدين وبين ما بمشي عليه الدين فلذلك قامت هناك فرق معينه وهي الفرق نقدر نحكي عمنا مثل الصوفيون ومثل هناك مذاهب اخره اللي صار هناك جدال قوي جدا بين الدين وبين الفلسفه وبين المنطق ولذلك يعني اسست هاي الفرق ولكن هذا الشيء عمل كثير مشاكل في الدوله العباسيه لانه هاي الامور طبعا كانت يعني تجادل الدين نفسه تجادل ما ذكر في الدين والصيره النبويه والصيره الدينيه فا استعملوا طبعا المنطق والحكم الى الاخرين فهاي الاشياء او هاي الفرق ادت الى نشوء بعض المشاكل بينها وبين الحكام وبين الخلفاء وادت الى مذاهب وعقائد جديده يعني ممكن تقول بتجادل الدين الاسلامي او بتجادل الديانات بشكل عام والمذاهب مذكر منها المذهبين مثلا اللي هو الشافعي والحنبلي اللي هني بيمشوا على اسس معينه طبعا كلها الامور ان وجدت بسبب ترجمه لكتب الفلسفه اللي جابوها من اليونان ووجود علماء ووجود اشخاص اللي اهتموا في هاي الامور اكثر وفتحوا المذاهب الجديده بناء على الدراسات اللي كانت موجوده في هاي الفلسفه وكتب الفلسفه هيك احنا عمليا وصلنا لنهايه الدرس وحكينا عن مساهمه العصر الذهبي في تعزيز الثقافه الاسلاميه بين الحضارات اللي حكينا عنها الهند وبلاد فارس والصين واليونان وبعدين حكينا عن الترجمه وتوسعها في كل المجالات وكل الحضارات والكتب وبيت الحكمه اللي هو كان اكبر مكتبه في هذاك الوقت على الزمان العباسيين واهتمامهم في الثقافه والتعليم وحكينا عن المواضيع العلميه على اساسها منين بلشت ومنين اجت وين ترجموها ومن الاشخاص المشهورين اللي منعرف قسم منهم لحد اليوم وزي مثلا في الشعر وزي في اللغه وزي في الرياضيات والهندسه الى اخره وصلنا الى علم الفلسفه اللي هو كان كمان من المجالات الواسعه جدا في الدوله العباسيه وفي النهايه ادى الى تكون فرق اخره اللي هي تجادل الدين وتجادل المسارات الدينيه بسليب اخره اللي هي بسليب الفلسفه هيك نكون انهينا عن الدوله العباسيه وانهينا عن الثقافات فبدي اشكر حسن اصغاكو وقلكو الى اللقاء في درس اخر اشتركوا في القناة